نعم يا محمد استشهاد ثلاثة عشر فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وكذلك تسجيل إصابات بينها إصابات وصفت بيئة خطيرة بطبيعة الحال محمد أنا الآن تواجد في حي الرمال وسط مدينة غزة هنا في البناء التي من ورائي كانت عملية اغتيال واحد من القادة العسكريين الثلاثة للجهاد الإسلامي والذين تم الإعلان عن اغتيالهم في ساعات متاخرة من الليلة الماضية عدسة تيارتين سترصد ما الذي جرى هناك في الطابق الخامس من هذه البناية تم استهدافها في ساعات متاخرة من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية القصف الإسرائيلي أدى في داخل هذه الشقة إلى استشهاد أو اغتيال طارق عز الدين وهو أحد القادة العسكريين لصرايا القدس وكذلك استشهد محو اثنين من أطفاله وفي الشقة المجاورة استشهد مواطن وكذلك زوجته وواحد من أبنائه بطبيعة الحال نتحدث عن ستة من الشهداء في داخل هذه الشقة السكرينية ارتقوا نتيجة القصف الإسرائيلي وهو واحد من مناطق أخرى تم استهدافها في ساعات متاخرة من الليلة الماضية بطبيعة الحال إلى جانب عملية الاختيال التي تمت في هذه الشقة تم استهداف أيضا أحد القادة العسكريين لصرايا القدس في مدينة رفح جنوب القطاع وكذلك تم استهداف قائد ثالث وهو قائد لواء الشمال في صرايا القدس في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة بطبيعة الحال وفق لحصات الرسمية لوزارة الصحة حتى هذه اللحظات نتحدث عن 13 شهيدا وكذلك إصابات أخرى بينها إصابات وصفة بيئة الخطيرة تتحدث توقف الطبية بأنها في حالة استنفار لتعامل مع أي تطورات في قادم الساعات لسيما أنه حتى هذه اللحظات لم يتم رصد أي من الردود العسكرية من قبل الأدرع العسكرية للفصائل الفلسطينية وإن كان هناك توعد واضح في البيانات التي صدرت عن الفصائل الفلسطينية والتي قالت بأن ردا عسكريا حتميا سيكون في قادم الساعات ردا على الضربات العسكرية الإسرائيلية الاستباقية وهذه العملية المحدودة والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي باسم السهم الواقوي وإن كانت حتى هذه اللحظة تتركز باستهداف القادة العسكريين الذين يتبعون لحركة الجهاد الإسلامي وبالتالي نتحدث عن ثلاثة من القادة قتلوا إلى جانب بعض من زوجاتهم وكذلك بعض من أبنائهم وكذلك بعض سكان ترك الأبراج السكنية إلى جانب هذه الغارات الجوية الإسرائيلية وهذه الاستهدافات قامت المقاتلات الحربية الاستهرائيلية باستهداف عدد من المواقع المركزية العسكرية التي تتبع لإسرائيل القدس وقد تركز ذلك في منطقة خانيونس وكذلك رفح جنوب القطاع وقل قد تابعنا عن كتب الانفجارات العنيفة والأضرار المادية ولكن الاعتبارات الأمنية لا يسمح بالتصوير داخل تلك المواقع العسكرية على إيئة حال بعد قرابة ساعة ونصف من الآن سيبدأ عملية تشريع ثلاثة من القادة العسكرية لإسرائيل القدس وكذلك بعض المدنيين الذين سقطوا نتيجة تلك القصف الإسرائيلي أشير محمد بأنه غزة كما يعرف الجميع هي أبارة عن منطقة مقتضة وبالتالي عندما نتحدث على سبيل المثال على هذا الاستهداف فنحن نتحدث بأنه كان في منطقة مقتضة بالمدنيين بالشقق السكنية بحركة المواطنين وهذا ما أدى إلى جانب اغتيال أحد القادة العسكرية في هذه المنطقة استشهاد مواطنين آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي هناك حالة من الغضب الشعبي والتوعد الفصائلي والترقب الميداني لقادم الساعات لسيما أن هذه الضربات العسكرية الإسرائيلية جاءت محمد بعد جهد استخبار الإسرائيلي كان على مدار الأيام الأخيرة لمحاولة الوصول إلى صيد ثمين في ظل تحريد المستوى السياسي والأمن الإسرائيلي وفي ظل جولتين من التصعيد المحدود آخرها كان ما جرى في الأسبوع الماضي بعد وفاة الأسين خاضر عدنان داخل المعتقلات الإسرائيلية أو ما جرى في منتصف شهر رمضان على أية حال إسرائيل منذ الصباح أعنت بشكل رسمي إغلاق كل المنافذ البرية مع قطاع غزة وبالتالي معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع مغلق تماما معبر إيريس بيت حانون وهو المخصص للمرضى والمواطنين والتجار شمال قطاع غزة مغلق أيضا وأشير أيضا بأنه حتى هذه الساعة هناك تحليقا مكتفا لأنواع وأسراب من الطائرات الإسرائيلية ومنها لطائرات الإسرائيلية الأهم من ذلك نحن سنترقب قادم الساعات في ظل حديث الفصال الفلسطينية بأن ردا حتميا قادما على مقامة بي إسرائيل من ضربة عسكرية استباقية تركزت واستداف قادة عسكرين يتبعون لصرايا القدس الذراء المسلح لحركة الجهاد الإسلامي